السلام عليكم كنتمنى تكونوا باخير و الاخير اليوم ان شاء الله سنشارك معكم كرام كرامل ولكن بلا بيض بلا فران و بلا حمام مائي لا يطبش بمرة وكي لا تعجبون الزفورية البيض لديكم كرام كرامل وكيوجد في واحد الوقت اللي قصير القاوام وعر بزافه وليقوا حتى هو ما نقول لكم كيفاش كي يجيزون بزاف سنجدوه بواحد المقادير اللي بساطين وطريقة حتى هي بساطة كنديرو حتى الليل وكنتصحرو به فغامورا ما كيديش لكم الوقت ان في اي وقت قدروا تديرو هكا الضيوف ديالكم العائلة ديالكم تصحرو به وهاد شي اللي كان نوك بغيتوا تشوفوا معي المقادير والطريقة بقوا معي حتى الاخر الفيديو والناس الجداد اللي اول مرة كيشوفوا لاشين ديالي متنسوا تشتركوا تفعلوا الجرس باش توصلوا بكل جديد الوصفات اللي كنقدم لكم ونمشي ودبا الطريقة اول حاجة فوحد الكاسرونة غادي نديرو كاس ديال السكر يكون عامر كاسرونة او لاشي مقيلة ولا شي حاجة غتوضعو كاس ديال السكر وتوضعو فوق البطا على نرمهيلة حتى غادي يضو بسكر كامل ويولي لكم كغامل بهالطريقة هدي وكيف ما عارفين باللي الكغامل ينخس يكون على نرمهيلة وما تحركوش في اللبول حركو غير ذيك الكاسخول بقوا تحركوها حتى تشوفو دبت الكيمية الكبيرة وبقوا كتضيفو شوية بشوية فمع دبا الكغامل واللي بحال هاكا سكر دبا الكامل داب اخضيت هاد الكويسات هادو اللي غادي نفرغ فيهم الكغامل غتوضعو كيمية بسيطة بزاف وغتسربيو واحد شوية حتى بزربة كي يجمد معاكم وقديرو كيمية بسيطة حيط لادرتو كيمية كتيرة من بعدها يسعب عليكم انكم تقلبوه لكشيالش هتديرو كيمية بسيطة بحال هاكا صافي وغادي نخليوها غادي يقولي لنا ذاك الكغامل بحال شي زاجة غادي كرم بزيان ونمشيو دابا باش نحضرو طبقة ديال الكخيم كغامل اللي غادي نحتاجو لها اترو ديال الحليب مع ربع دل معا القكبار ديال سكر سكر اللي لا بغيتوه ممكن تزيدوه وممكن تنقصوه غادي نضيفو واحد جوج معا القكبار ديال الدقيق دقيق كي يعطينا قوام احسن من ناشف هاد الوصفة غادي نضيف ايضا جوج معا القكبار ديال الحليب غبرة يعني بودرة الحليب ممكن انكم تستغنوا اليها او لديرو ملعقة فقط وهنا غادي نضيف جوج فلون ديال الكغامل واحد ديال فاني مل احسن ديرو ثلاثة ديال فاني او ثلاثة ديال فاني كي يخدم هاد الكخيم كغامل بالفاني انا ممكن فضل انا نديرو بالكغامل سوف نحرك هاد المكونات هاده مزال مع بعدياتهم وغير كملاحظة فاني مرة ندير بنستطره ديال حليب ومرة ندير بقيترو المقادي رجال نصف ليتر حليب اغنخليها لكم من تحت فصندوق الوصف باش كل شي يقدر اني اللعبار اللي بغيتو تديرو ممكن تديروه انا حركت مزيان تاكل شي دابلي وغنضيف شوية ديال القهوه سريعة الدوابال باشك تعزز لنا الماضاق ديال كغامل ممكن تديروها وليما يبغيش القهوه ممكن يستغني عليها سوف نضع كل شي فوق النار تايعقد لي الخليط ديالي هو ماشي كي عقد بزاف ولكن يبقى بهاد الشكل هاده يعني غير تشوفوه بدكي غلي مزين سوف يغطفوه هنا غادي نضيف واحد كريم كرامل او لا داسر كرامل عفوا هاد داسر كرامل كيتباع بجوج دراهم مرا كيكون الي كيكون فلون كرامل وداسر كرامل شيرو داسر كرامل شيرو داسر كرامل هو اللي حسن سوف نحركو هاد شي مزيان مزيان وغادي نبدأ نوضعوه في هاد الكووس ديالنا غادي نوضعوا واحد الكيميه بهاد الشكل فاطرود الحليب كي خرجناه كيميه كبيره غديرو يعني ممكن على حسب الحجم ديال الكووس او لا يعني فين غا تحطوهم لكانو كبار غيخرجو كيميه اصغر لكانو غير صغر يخرجو لكم كيميه ليه كبيره دبا بعد ما عمرت الكووس ديالي غنخليهم مزيان مزيان واحد شوية غير يبردو وندخلو من تلاجه يتمسكو ليه واحد جوج ديال سويعات وصافي راه كي يكون وجد ما كيخدش الوقت بزاف من بعد ما اخرجو من تلاجه كنبقى بحالها كندير واحد شوي باش نتأكد بلي راه ما لاسقش وكنقلبوه في واحد طبيصل كم قندير ليه بحالها كشوية وكيتحيد فباش يتحيد لكم بسهولة خدوا واحد لها كسخول ولا واحد المقيلة ديروا في شوية ديال مغليان وخليوا الكويسات ديالكم حتى ذاك الكاغامين يدوب واحد شوية هاد المرحلة كتعونكم مزاف باش يتقلبوا لكم في الطبيصلات بسهولة سافي من بعد ما كتحيدوهم من الماء كتبقوا بحالها كتخليوا ما واحد جوج دقيق ثلاثة سافي ومن بعد كتقلبوهم به هاد طريقة راح كيجوا زويني زويني مزاف و تقدرووا تدقوهم باش ما بغيتو انا شمررة كندلهم مشوية اللوز افلي من فوقها هادي و شمررة نخليهم غير بحال هكا ادى جال منيدر ديالهم كيجين زويني و تقدرو تقدموه هالضيوف ديالكم صراحة زوين وما كيوجدش الوقت و كيف ما قلتلكم اه لي هكا للمكونات دياله وره بساطين و هذا هو الشكل نهائي دياله كيف ما كتشوفوا كيجي بحال هكا كيجي كيشه يزويني الصفحة الانستغرام